حدثنا ابن أبي عادي عن محمد بن إسحاق عن سليمان بن سوحيمين عن أمه أبنة أبي الحكم الغفاري قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يدن من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا قيد ذراع فيتكلم بالكلمة فيتبعد منها أبعد من صنعه اشتركوا في القناة